تقديرا لجهودها ودعمها لشباب تشادي في مجالات العمل والبحث عن مستقبله وترقية وريادة الشباب والمرأة جاء عضاء منصة تشاد انتر ار منح جائزة الاستحقاق والتميز لسيدة الاولى للبلاد هند دي بيتنو وذلك تقديرا لجهودها المتميزة من خلال الدعم لعمل ريادي للشباب والمرأة وتشجيعها لهم من اجل تحقيق مستقبل افضل وخلال المقابلة فقد استفاد اعضاء الجمعية من التوجيهات الحكيمة لسيدة البلاد الاولى هند دي بيتنو وقال منسق منصة تشاد انتر ار عثمان عباس نحن سعداء بكل ما تقدمه سيدة الاولى للبلاد هند دي بيتنو لشباب تشادي وكانت منصة تشاد انتر ار قد نظمت في العام 2019 المعرض الدولي للحرف اليدوية في جاد وقال عثمان عباس لقد منحنا اليوم جائزة الاستحقاق والتميز لسيدة الاولى للبلاد هند دي بيتنو لنؤكد تقديرنا وامتناننا على دعمها والتزامها المتعدد لشباب الجادي وذلك من خلال زيارتها للمعرض الدولي الاول للحرف اليدوية في جاد اشتركوا في القناة